فإذن من رحمة الرب ومن نعمة الرب ومن محبة الرب أعطاك فرصة اليوم أعطاك فرصة جديدة أنك تتوب وتحصل على الحياة الجديدة حياة ذات الله الحياة الأبدية الحياة أنه اسمك اليوم بيتكتب في سفر الحياة هل فكرت في هذا الموضوع؟ فإذن القوم المستهزئين ما أنتوا عم بتحكولنا من أول الخليقة لليوم وجعتولنا رأسنا لكن الحقيقة أنه الرب اليوم أعطاك فرصة عشان تتوب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل توبوا يلا توبوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب تعرف أحسن إشي نعمل وهي الحديد حامي قل له مثل العشار جابي الدرائب قل له اللهم ارحمني أنا الخاطئ تعالي اليوم خليني أسألك سؤال خلي عينيك بعيني هل تريد الحياة الأبدية؟ سؤال تاني هل أنت متأكد أنه عندك حياة أبدية؟ سؤال تالت لو أنت موت في هاي اللحظة هل أنت عارف ما هو مصيرك؟ سؤال رابع لو الرب يسوع أجى في هاي اللحظة ما هو موقفك من مجيء المسيح؟ لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة أنا بدعوك أنك التوب صليها معا قل له يا رب يسوع أنا عشت لذاتي عشت لشهواتي صليها قل له يا رب حررني من العبودية حررني من الخطيئة يا رب يسوع اغفر كل خطيئي طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم والسؤال الأخير اللي عاوز أسأله هل تريد أن يكون اسمك الآن مكتوب في سفر الحياة؟ إذا أردت أنه اسمك اليوم وأنا أطلبها كون شجاع اليوم كون شجاع لا التدين رح يخلصك ولا الأعمال الصالحة رح تخلصك ولا التقوة ولا الذبائح ولا الصوم ولا الصلوات حتى ولا أي شيء فالخلاص هو عمل إلهي من أول للآخر الإنسان ما لهش دور فيه لأنه عيب أصلاً أجرة الخطيئة هي موت مش ممكن ترشي الله في شوية أعمال فاليوم هل تريد أن اسمك يكون مكتوب في سفر الحياة؟ إذا عاوز اسمك يكون في سفر الحياة قل لي يا رب ارحمني أنا الخاطئ أعطيني حياة أبدية اكتب اسمي في سفر الحياة وعلى فكرة إذا عانيتها من كل قلبك تأكد أنه الرب أعطاك حياة جديدة هاي أحلى وأعظم أمنية في السنة الجديدة اللي هي بتتحقق من خلال إرادتك أنك سلمت حياتك ليسوع المسيح وإذا أنت فعلاً يعني طلبت قلت اكتب اسمي في سفر الحياة من فضلك ابعت لنا رسالة لأنه عاوزين انتابع معنا لدينا برامج للمتابعة انتابع معاك حتى تنمو في معرفة الرب ومبروك عليك يسوع المسيح فالجواب لهؤلاء المستهزئين أنه لا يتباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم من التباطئ لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة وجماعة الثالثة اللي هي هو أن تسلك في القداسة والطاق ولاحظ الكلام تكون أنتم يجب أن تكون أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين صرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات ملتهبة والعناصر محترقة والعناصر محترقة تذوب ولكننا لاحظ الكلام ولكننا اللي آمننا في يسوع اللي صلينا هاي الصلاة من شوي ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر فإذا أحبائي هل أنت من الجماعة اللي بينتظر مجيء الرب يسوع المسيح الذين سوف لا يخجلون منه في مجيئهم اشتركوا في القناة